مرحومة عبدالصاد قشقارة؟ الله رحمه عبدالصاد قشقارة عرامة كبيرة دكسيد أستاذ كبير يعني اتلقيت معاه في عمر 17 أو 16 عام اتلقيت معاه في الدار البيضة عام 85 عام 80 كنت في حفلة بريفي وكان جاء عندي مسكين مليس وكان مليجة خدام وكان نقسم وكان مليجة أبنت بلادي أوج يلا خرجها كانت تشعر له مليك ثالثة انا صغير مليك ثالثة ماذا عندك؟ جابوا لي حتى السيد قال لي قال انا بغير يشوفك والله العظيم انا صغيرما ما بدأتب على صورة كانت ليش بورطة بلاد السورا ما كانت ليش بورطة بلاد وكانت ليس قاري الموسيقى في العلاج وكانت ليه قالوا لي شوفك قالوا يلا مقاريش الموسيقى وفعلا لانأ عندي مهيبة مليك يقصير ليس اكثر من ومن قطعه لملك يقرأ الموسيقى يقول لان انا قاريلموسيقى قالوا يلا تداب كنت سمعت هذا الشيء اللي عملتي كنت قارج موسيقى قلت له في الكامانجة ديالك جابي الأخ جبدت الكامانجة جبدتها شده هو قال لي هذي آلتو يعني كامانجة كبيرة كي هذي آلتو قال لي سترادي فاريوس شده ويعمل بواحد تقسيم هذا تقسيم باقي عاقل عليه وما كملوش وقل لي هذي وقل لي هذي آلتو كامانجة وبدأ غادي بسامة وقل لي هذي بوا غادي كملت له تقسيم وقل لي كملت له ويرجع دقيقين انتينا كداب انتينا قاري الموسيقى هنتش جيت التقسيم دابا وكملتيه قال لي والله يا العادمي ما قاري الموسيقى قل لي غير مولو عموهو وكان عندي الأوذن كنستمع شي حاجة كنعودها شبارك الله المهيبة كتعاون في أنك تعزف بالموضاء وخما تكونش قادر اللي عندك مستقبل من بعد قاريتنا الموسيقى مع الموسيقى